خير مجدة أهلاً وسهلاً بك سيدة سامية بن مغسولة مشي هذه أول مرة زيارة لك التلفزيون النهار شكراً أختي وعزيزتي زهيدة شكراً يا جميلة المجدة الجميلة شكراً بك شكراً على هذه الاستضافة والسلام على كل من يتفرج فينا في قناة النهار سامية استضفناك اليوم بعد التدهور اللي قمت بها ودرت تدهور كبيرة جمعت 48 ولاية في لاكوبول في الجزائر العاصمة درت أعراس جبت الولايات 48 ولاية اللي هنا العاصمة كيف تحكيني عن هذه التدهور اللي جمعت فيها أكثر من 35 ألف عائلة نذكر حقيقة شكراً زهيدة هذه التدهورة هي الطبعة الثانية تحت الرعاية السامية لفخمة رئيس الجمهورية وتحت تعليمات معالي وزير الشباب ورياضة يعني قمنا بإنشاء فضاء للعائلات وشعار طبعاً هذه يعني يلخص لك كل شيء هو دار تزاير جسر للتواصل ولم الشمل فانشأنا فضاء فيه قرية للترفيه ودار تزاير قرية للترفيه لأنه احنا حبينا كيف العائلة تجي تلقى هذا الفضاء يعني كل أفراد العائلة يلقاوا يعني مكان للترفيه من الأطفال الصغر يعني عندهم ماسابيح عندهم يعني لعب للأطفال هي ترفيهية وتربوية لأنه الرابطات لتابعين القطاع التعناه هما اللي يشرفوا على تنظيم هذه التدهورة سامية بالمناسبة شفنا جايز شفنا نسى شفنا رجال شفنا كل شرائح المجتمع شفناها كانت متواجدة كيفاش قدرتوا تجمعوهم نعم والله يا زاهي ده غير شي يعني نتكلم نتكلم نصميم قلبي وفرحانة بهذا المشروع يعني اللي شرفت عليه لأنه قدرنا نجمعوه العام الماضي وصلنا إلى 82 ألف زائر في صهرة واحدة هذه السنة كانت الإمكانية أكثر هذه السنة وصلنا إلى 38 ألف يعني العائلة كلها من الجد الجدة ودرنا لهم يعني فضاء وبنينا 48 دار كل دار تمثل ولاية وهذه الولاية جيت بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد حتى الأطباق يعني والناس قاعدت تكتشف ودرنا دار كبيرة اللي سميناها دار جزاير كل ليلة ولاية يعني تكون هي اللي المستضيفة وهي اللي تخرج يعني عملنا فضاء قاعدة أصيلة تعال الجزائر وين العائلات يجيوا ويكتشفوا والله صدقيني أنا اللي تجولت عبر الولايات كل ليلة نكتشف يعني كم ثقافة تعنا كم العادات والتقاليد تعنا غانية يعني الجزائر يفيداتها عبارة عن قارة والله صدقيني قارة خطر حتى ولو تخرجي للخارج عندهم يعني الطبوع التحهم كما تقولي إسبانيا الطبع الفلامينكو كل ولكن الجزائر قتلك في ولاية وحدة العادات تختلف يعني بشتشوفي خلقنا هاد الفضاء وين لمينا الشمل وين قدرنا يعني على بالك باللي يعني تخلينا على هاد العادات والتقاليد الجزائري يتميز بهاد الأخوة بهاد التلاحم بيننا وصلنا وين يعني حتى صيلة الرحيم هذي في الأعياد ولينا يعني ننشابه ننشابه بالأسماس فحبينا من هاد الجانب نلمو شملنا ومن جانب آخر الشباب يعني من حقه يدخل في عالم العصرانة والتكنولوجيا والأنترنت ولكن كي ما تكونيش عندك المبادئ كي ما تكونيش عندك يعني هاد الأشياء اللي تفتخري بهم يعني نمشي وشوية الإيجابي سامية سيدة سامية جلتما سؤال تعني تعيكا يعني وش هي الفائدة من تنظيم مثل هذه التظاهرات كنت أقول لك زاهدة الفائدة هو أنه العائلة الجزائرية نحاود ونمو شملنا يعني كتشوفي ما نخرش يعني من الموضوع الثقافي ولكن لازم نقولوها كتشوفي أنه حواشينا رايش على فيها النار وحنا الحمد لله هادي نعمة من عند الله هادي الاستقرار وبش نحافظوا على الاستقرار تعنا لازم العائلة الجزائرية خاصة يعني الطبقة ما عندهمش الإمكانيات ولا عندهم يعني مشاكل ولا ظروف ما خلتهاش تروح يعني تقضي عطلة صيفية خارج الديار فاجبنا لهم كل الجزائر هنا وهذا الفضاء تشوفي العجيز كيفاش والعائلات يعني يترحموا ويدعيوا ويدعيوا يقول لك حمد لله عندنا فضاء وينرانا نتقابلوا وينرانا نتعارفوا تعرفي كان فيه في الطبعة الأولى حتى يعني شباب جاءوا من 48 ولاية عاشوا هاد الأخوة وهاد المشمل هذا ومشاوا حتى تزوجوا يعني شاب من الجنوب تزوج مع بنت من الشرق يعني ست أعراس عملنا لهم جميل جدا وأكيد سيدة سامية تظاهرة مثل هذه تطلب أموال كثيرة وإحنا تعافئنا نعيش في فترة التقشف يعني كيفاش قدرتوا تجمعوا الأموال باش تنظموا هذه التظاهرة على كل حال شوفي يا زهيدة كانت تجربة العام الماضي وهي الطبعة الأولى كنا يعني ما كناش نتحكمه جيدا من هذا الجانب أما السنة هذه رغم الطاقة شوف يا زهيدة ما تطلبتش أموال كثيرة لأنه كل ولايات الجمعيات الجمعيات هذه اللي لازم يعني نحييهم من هذا المنبر لأنه الجمعيات هما الشريك الأساسي للقطاع الشباب جمعيات شبانية وجمعيات يعني تقافية اللي تابع القطاع تعنا الناس متطوعين جايين فرحانين حتى كل ربة بيت وجدت البنت تحولاهية وجدت الأطباق وجدت الحلويات تفتخر وتوزع فيها للجمهور الحاضر ما تطلبتش وكان عندنا شريك ولازم نحييه أيضا من هذا المنبر شريكنا هو شريكة موبيليس يعني هما اللي يعونونا بشرينا خطر العام اللي فات ما كانتش يعني ملك لنا أما هاد السنة راهوا ملك لنا القرية الطرفية كلها خداوها يعني سيد المدير العام تع شريكة موبيليس لمستوى لقاعة البيضاوية ببنعك نعم نا كل فضاء تع المركب الأولمبي كل فضاء خدينا يعني ومعهم القاعة البيضاوية وسيد مدير العام تع شريكة موبيليس والطاق متاع ووقفوا معنا كراجل واحد وسندونا وعلى رأسهم معا لوزيرة التضامن لا 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 سيدة هودة فرعون الاتصالات اللي نحييها أيضا لأنه فتحت لي الباب وقالت لي كل ما نقدر يعني نساعد الشباب رانا هنا موجودين سامية ممكن تقولين أهم الولايات اللي تناولتوهم وش هي الولايات اللي ما زالكم هل تظاهر يعني نعرف أنها مازالة متواصلة أظن أن الاختتام يكون يوم فاتح من سبتمبر الاختتام يكون أول فاتح سبتمبر نكملو بواحد وثلاثين من شهر أود بولاية غليزان قاعدونا تماني ولايات وكل يلا يعني نطلب من كل الجمهور يجي ويدوق الثقافة يعني الثقافة تعنا في الشارع يعني ما بدنا حتى حاجة ونقدره رغم الطاقة شوف يعني كما يقولون نهديو الشعب الجزائري بحويج بسيطة وش لازم يديروا الناس مش يجيو هل لازم دعواء أم يخلصوا لا كاين يعني في الدخلة للأطفال كل شي مجاني الدخلة يعني خليناها سيمبوليك يعني خمسين دينار الدخلة للكبار ولكن كل شي مجاني كي تدخلي في هذه القرية وهذه القرية التظاهر هذه كذلك خرجت مشروع تاني وطباخ اللي راحن يشاركوا في التظاهر العالمية حقيقة يعني جاوني شباب عملوا مشروع باش يمتلوا الجزائر في البطولة العالمية للطبخ وفتحنا لهم المجال باش كل يوم يمشيوا خطر كل يوم الولاية اللي تكون يعني هي اللي راحت المنظمة للعرس في الليلة هذيك يطيبوا الأطباق التقليدية تقليدية المنطقة تحهم جاوا ورايحين إن شاء الله ندعموهم باش يمتلوا الجزائر حسنة تمثيل وهذا باش نعتلك يعني الأبقارية تقليد الشاب الجزائري كي تعطيلوا الفرصة باش تعرف بالموروث الثقافي الجزائري خارج الوطن وتعزيزه أكثر وهذا هو يعني نقدر من هذه الجيهة ندعمو ندعمو الشباب ونخرجوه من المحروقات والمشاكل وكل شيء مهم جدا للسياحة سيدة سامية بالإضافة إلى دارة زاير يعني هناك نظمت المخيمات الصيفية وجمعت عدد كبير من الأطفال هذه مبادرة جميلة جدا نعم مع المديرية التي تابع علينا تسلية تسلية الشباب نظمنا الأبناء الجنوب والهضاب العليا يعني في المناطق النائية على الجنوب الكبير وفرنا لهم يعني في الـ 14 ولاية الساحلية في المخيمات التي تابعة القطاع تعنا والمنشآت تعنا استقبلنا 38 ألف شاب أطفال صغار تتراوح الأعمار تحهم من 6 سنوات إلى 14 سنة مشاو درنا لهم برامج ثقافية سياحية وتربوية في المخيمات الصيفية وقدعوا عطل الصيفية يعني 15 يوم هما هنا في الشمال وأيضا 22 ألف شاب داخلين في البرنامج تشتع الحركة الشبانية يجيوا في البيوت الشباب وقدعوا عطلة والحمد لله يعني فيه الإيجابي أكيد يا زهيدة فيه الإيجابي أكيد سيدة سامية بلدنا شباب وبلدنا جميلة بصحراءها بشواطئها بكل ما في الجزائر الجميل ممكن نختم بالمشاريع وهل ستكون طبعة ثالثة العام الجاي إن شاء الله إن شاء الله فيه طبعة ثالثة فيه مشاريع كبيرة لأنه اليوم بفضل يعني مساعدة شركة موبيليس كل هذ يعني الألعاب وكل هذ الأشياء اللي درك أصبحت ملك لنا رايحين نديروا قافلة راح تنقل ففي شهر ديسمبر إن شاء الله رايحين الولاية من ولايات الجنوب يعني ننتظر تعليمات معالي وزير الشباب والرياضة بيش نعملوا نفس الطبعة ولكن في الجنوب الجزائري وحتى الأجانب رايحين يعني نعملوا حملة بيش الأجانب يجيوا يكتشفوا للطورات الموروط الثقافي تعالجزائر إن شاء الله وزايدة يعني تسمحي لي بيش نشكر كل الجمعيات يعني اللي قاموا وصهروا معايا وخاصة يعني يعني الإطارات اللي تابعين المديرية اللي نشرف يحصل اللي شرف نشرف عليها وإطارات مديرية الشباب والرياضة يعني كل مدارات 48 ولاية ولكن الإطارات المديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر اللي يعني برك الله فيهم بالتوفيق سامية ونتمنى لك النجاح وتوفيق إن شاء الله في مشاريعك ونجاحات أخرى وشكرا لقبلك الدعوة وعودة إلى الأخت مجدة شكرا لك زهيدة ولسيدة سامية بدورنا مشاهدة